السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بفيديو الجديد هنشوف انا واحد هدا اخدته يعني واحد ايه كعشوائي بالتنين ضد اثنين. طلع لي الكلان هو ضد اثنين. ضد اثنين من نفس الكلان اسمه واحد اسمه وايل الثاني جديده سي ثري بي زيرو. ناديو راقم 18 كلها تنار ضلت 21 دايئة و 10 ثواني لنفوت عليها الخريطة الثانية وهي اسمها هي خريطة الجديدة اللي نزلت بارتو فور ثلاثة اعلنوا عنها بالفيسبوك تبعيتهم الصفحة تبعيتا لارتو فور ثلاثة اعلنوا عنها انه هي الخريطة الجديدة تتنزل بالموتس هي واحد ضد واحد و اثنين ضد اثنين فيها موجود جواتها. هلا عم نبني اول شي نفس ما شايفين نطالع هلا الجنود عشان نفحص الخريطة. وعم نبني هلا ثلاثة سفلايس انترشان الموارد هلا عم نفحص عم ننزل لتحت لعند قاعدة العدو نسمع للكون بعدين منعوج لما شفنا جنود العدو صارت لاني ازهل لحطت انت تتنزل لكي تتنزلوا بعدين يتتهوا مع بعض وتروح تروع عليك الكنتينر زدول السنة تغطبت الموارد فتروح تاخدها احسن يعني تفحص كل الخريطة ودايما تقدر تحاول انه تضرب تشيت اثل مع الجنود انا مثل هاد الهون نسيته لا هاد تبع عرفي اظن هاد تبع عرفي ايه ورا حارب نسيته ما نسي انا ما بدي هلا حاربه اشي بفحص فيه الخرايط طبعية العدو والقواعدات بالخريطة وهلا تطلع بعدين على لفل ثلاثة هلا كنت عم بفحص اول شي لاني ملته كان بالفحص بعدين لاشي اشوف القاعدة تبعيتها هيغلط مني هلا شفت رحت عم بعمل طرقية للمبنى الرئيسي على ثلاثة واثنين كمان تبعوت الموارد واحد تبع كهرفة كمان عم بطالة عم بنزل مبنيون وهدا تبع الدبابات اسمع ان لاثنين بدتنين ضدوا اثنين الاثنين بيتعاونوا مع بعض لكل واحد للشغل اللي ايه يعملها طبعا هوا نفس ما شايفين عبيبني بانكرر مشان يلغي لكل السكاوتس تبعوت انه ما نحسن بفحص انا قلت لاثنين رايحة بني نفس ما قلنا بالاثنين ضدوا اثنين واحد بيبني بالجو واحد بالارضي انا قلت لاثنين رايح جوي هو اللي انا رايح ارضي فلا تفهمنا مع بعض يعني هلا هون انا عم ببني واحد تاني كمان تبع الموارد عم بخلي سبعة نفس ما كل مرة بطلعت على القاعد الرئيسي المبني الرئيسي على ثلاثة وببني بعدين سبعة سببلاي سنترز دولي هنين تبعوت الموارد والا طالع على التشوي انا عم ببني تبع التشوي هو طالع على الليفل ثلاثة كمان هون هلا عم بيستكشفوني يستكشفني هذا بالجندي تبعوه طبعا استكشفني انه طالعوا هاد للطائرات الحربية والول تبعو الترفيج وقتلوه عم بطالع هون الارفيل مشانه حطيت واحدة زرقه مشان البناء الاسرع على الروس هاي اللي سألنا على العب اللي انه بتحكي روسي قلت له لما بحكي روسي طبعا انا بحكي بس الماني انجليزي وعربي قلت له بالانجليزي لاني نايمان نحكي باللابة كلها ياتونك تيتون انجليزية اللغة العالمية معروفة هلا عم دمني الهاوكس لطائرات الحربية ولا هتا خليص تقريبا بعد ثانية عم سرع لاني مبقى في شي يعني باللابة هون عم دمني بس وعم نطالع هلا عم بطالع بشكل اسرع طيران بس الزرقه ما بدأ اروح بوسطات كتيرة هلا هنا بما انه انتو شفتوا يعني انه ما احسن تروح تفحص بالهوليكيبتر وما تفحص بها دول الطائرة انشان ما يطلع لك رفاعات شوية ويقتل لك الطائرة تبعيتك يعني هون عم بقتلهم هلها تبعوت الشنود اللي اللي واقفين هيكي بالبرة عشان يستكشفوا الاستكشاف هدول طبعا طالعلي هون طلع له عنده سايكلون عم بقتلي هادا اللي كان بالغابج هي تقتله اياها الدراكون شوية اوه من السايكلون طبعا واحد ضدوار بس هون صاد اثنين ضد واحد فهلا ما بقى لي فايدة عليها رح تموت فهلا بروح تستكشف بهاي الطائرة طبعا بس انت المفضل انه ما تستكشف بيه كمان بالحالات كله يعني اول شي بالحالات انه ما استكشفني هو اذا الوحل ما استكشفك لا تروح تسفحص بالطائرة الحربية مشا ما يعرف انه انت عندك طائرة حربية ويبدأ يبلش يبني بالطيران الدفاع الطيران حاول تستكشفه بجندي بدبابة كايوتي او بدراجون فلاي اعمل استكشف باي شي ما تستعمل استكشف بهادولي الا اذا هو مسلا انكشف لك يا يعني مسلا طاللك جندي من هون هيك من اي محل كشف لك القاعدة وكشف انه انت عبت طالعهم فهلوقت فينك تروح تستكشف فيهم يعني هو هيك هيك عارفان بنامزل ما كان عارفان لها تحاول تستكشف فيهم مشا ما يتحصلك ويعرف انه انت عبت تعمل فيهم انهم صنع طائرة حربية هلا هو انبي يعرف انه عندي طائرات حربية فرحت استكشف فيهم في عندهم دفاع الطيران واحد هلا امبرش عبر ما استكشفته استكشفته انه هدته على لفل اثنين هون للتورنس هاي الارترذي قلت له ايش تحصل انه شوف شا عب يعمل هون لفل ثلاثة هاد لفل واحد عنده هون طبع الطيران عنده لفل اثنين هون عندك لفل ثلاثة المقر رئيسي هون بتقرر اش تعمل هو قال لي عارف اوكي قال لا انا ما بقى اصنع كثير طيران وقفت تقريبا اطلع على الاشكيو اربعة للمبنى الرئيسي لفل اربعة لاني شبت لما استكشفته انه انا مؤمن على حالي انه ما رحمه اذا اطلعت على لفل اربعة نفس ما شايفين فبنطلع على لفل اربعة ما بيصير شي هلا صار عندي اربعة هاوك على الاقل طيرات حربية وثلاثة هوليكيبتر هاده رح يدافعوا لي لمدة ما يصير هلا طالع على السايكلون تبعيته هداك وانا طالع بالطيران بقتله الاستكشاف تبعه ناسمع بتشوفه وهلا منروح نقتله هديك الهوليكيبتر تبعيته السايكلون كانت هون نقتله اياها ونرجع في واحدة تانية كمان نقتله اياها ونرجع طبعا عم نعمل الحركة هيك وشام ما نتفادة الدفاع تشوي هاد الهون نتفادة ما يضرب لنا يقتلنا يا هون اللي هصال اربعة اللي عم بابني تبع الكهرباء وهون عم بابني كمان تبعوت الكونسكشن يار مشان اباعد المساحة للبناء عندي هون نفس ما شايفين شايب هذا الشندي شان يستكشف بس كان في طيران عندي الهوليكيبتر اتهلوية طيرات الايرفيلز من وراء طبعا ناسمع باقي لكم حاولوا الايرفيلز تبع الطيران الحربية او تبعوت البقس فقنابل تحطوهم من وراء القاعدة عشان ما يوصلوا لهم بسرعة انا بس وصلون واتقول لكم اياهون هدول ما راح يحسنوا يهبطوا ابدا طيرات الحربية ولا البمبرز ابو القناة بهم عم بيحاول يستكشفني بالهوليكيبتر تبعيتو بس اتلتلو اياه وحاولت اطالع دول عشان اقتلو اياهون بسرعة طبعا نرشاط عم بروح عم بقتلو كل استكشاف تبعوه استكشافات وانا ناسمع انت لك حطوهم وراء انه هلأ مسلا بالمحاربات لبنى ما يفضل بنزين وانتك تضل تحرقهم بالقريطة ما تخليون يروحوا فازا بدك هيك بس انه المفضل لا لبنى البنزين بيفضل ازا فضي البنزين لبنى ما يشحنوا في امكاني هو عب يشحنوا تبعوتك يجيلك يهجون بجنود قوية قاعد بشيش وانت الساحة درعب يشحنوا لابنى يشحنوا يخلصوا يحسنوا يطيروا يقاتلوا وبتلاقي كان دمرلك نص القاعدة افضل شي تحطوهم وراء ودمروا القنابل القاسف القنابل هدول ما بيمشوا قبلا بالخريطة يستنوا فوقنا ما بتلاقيهم حتى راحوا وطلعوا برا الخريطة وخصرتوهم فدايما نحاول الارفلت تحطوهم وراء القاعدة هلأ عم ببني واحدة اخيرة عم ببني ثمانة من طائرات الحربية طالع على الهيطة الضباب في ابنة لعندي طبعا ما راح بنا هون مفضل كان يبني هون بس هون اعمل لك هيك الغام حط طبعا رحت بهاي مشان اكبها لاني كانت عندي اياها كان بدي استكشفوا اكبها طبعا كشفت ان هو طالع على هولي كيبترات الازرق كتير عنده يعني هاللعب يعمله نفس ما عم نعمل نحن انا شوي وهذا ارضي الازرق اعمل حاله كمان شوي والاخضر رايح ارضي هلا بس عم نصنع اتنين اياه اتنين انا ورفيقي انا طبعا رحت استكشف ما راح اصنع استكشف الهولي كيبتر بما انه الهون الهولي كيبتر هتبعته راح تقتليه هون طبعا نفس ما شايفين عم يبني هاي مشان يبني قوة تبعا الدفاع هون طبعا طلعت استكشف هون هاد ليفل اربعة صار صار عم بيطالع هون شيلد انتو ليفل ثلاثة هات شايفينه يعني هاديك تبعية الدرع بتزود درع القوات ايا ما بتزود درع القوات هاي ايش بتسوي اكتر بتسوي في انه ما انه بتروح لما تبع الضرب بتقلل لك الضرب اللي بياخده جيشك طبعا عم بيلي انه رح يمشي لهون شان اعرف انا وين عم يمشي قلت له اوكي انه امشي لهونيك الان مش هي تبعت الضباب هون انا فكعت انه اهشم من هون قلت بالاخير بلى انا كمان رايح معك ام اهشم معه يعني اثنين اثنين اهشم مع بعض عشان هاداك عنده الهوليكيبترات تبعوته رح تقتل كل شي اللي طبعا انا قتلت له هاد الاستكشاف ورح استكشاف رفيقي هون ما اسمع بتشوفه الزيوس تبعوته طبعا عم بيمشيون لهون اسمع بتشوفه لاني شاي عارفان حالا له انه احنا عم نهجم من هالطريق اثنين اثنين شاشين هون فطبعا رح يطلب من الازرق مساعدة لاني صار اثنين شاشين شاشة الاحمر انا تبعي والاصفه رتك تبع رفيقي ضد شاشة الاخضر ما راح يحسن فطبع يطلب اجباري مساعدة الازرق لا شاشة ولا الازرق هلا عم بشغل الضبابر فيه مشاها هلا عم بمشي فوق انا تماما الهوليكيبترات وهنا مسمع بتشوفه استعم اول شي رح اقلكن هلا هون عم بستعمل هالبوست انا طبعا في العدك شوي بوركيوبينز من رفي عم بيساعدو هو عم بيرتش على قرن عشان ما يستكشفوا هدوله يتوان مع بعض هلا هاي سؤال رح عطيكم يمكن عليه برومو كود اذا حصلت على برومو كود عن قريب رح عطيكم عليه اللي بيتشاوبوا صح بعطيها باقرب وقت ممكن اذا وصل لنا باقرب وقت ممكن ليش انا استعملت البوست هاي اللي اسمه اير رايدز بدل ما استعمل البوست الاسمه اير اتاك بوست يعني هي تبعية الطيران الاتاك تبع الطيران اللي بتزود السرع و بتزود الدماج ليش ما استعملت هديك واستعملت هاي شاوبوني عاليها بالكومنت بالتعليقات تحت اللي بتشاوبني عليها صح او الاقرب واحد او اللي بتشاوب عليها صح مية بالمية بياخذ البرومو كود اظنلك بس واحد هو رحيكون اذا كان في اثنين باخد اثنين يعني الي وجاوبو عليها أسرع شي طبعا ازا تشاوبت انت مثلا انو قريب عليها وبعدين واحد ثانية ياشيب بعدك تشاوب عليها الصح بالدقيق بياخدها هو ياخدها features انا رح اقول بكمان بالتعليقات unbelievable اخدها. راح يكون بس بالتعليقات راح اخدها ما راح اخدها ولا على محل تواصل تاني. لا على الفيسبوك ولا على محل تاني. شاوبونا على السؤال انه ليش استعملت هالبوست بدل ما استعمل البوست التانية. وليش? انه ليش استعملتها واش مفايتها? فينكن تروح على على الفيديو تبعي تبع البوستات وتشوفوا اش الاغرض اللي بتسويه هاي البوست وهديك البوست. يلا نكمل. الفيه كمان عم بيساعدني فيهم. وانا عم بقتله اياه هون طبعا هو صار يرش على وراء. هلا انا مبطحش طبعوتي كعان بس هلا تروح له هادا الدفاع عشان ما يضل ينقص لي. ناس ما شايفين هلا عم بطحش فيه انا رجعت لقوة شوية لا ياخد لا يضرب. هلا الماني رايح اضرب له هادول عم بضرب له طبعا هدي تبعية الدرع. عشان شوفوا شو هون الدراجون فلايس بقتلوها نشوفوا شو عم بقتلوها. هيك. وطارت. ما با عنده اياها فهلا ارفيه صار عنده احسن. طبعا راحت عندي البوست وكمان ما ببدي البوست. الناس ما عم بتشوفه. لاني خلص الدراجون فلايس تبعوتي خلصه وتبعوتي خلصه كمان هادا. بس نقتلو دول الهوليكيبترات تبع الازرق كلاياتون. عملت اير اتاك زرقه عشان الهاوكس. لان هون نفس ما عم بتشوفوا عم بيعمل هادا الوولز. الحيطان. فانا راحت فيه هلات اروح. بللي هتو من رايح هلا فيهن لاروح اقتلو هاي الكونسكشن يار طبعي مشان ما يبني فوق. ناس ما شايفين عم ببعدون هيك عشان ما يخلي يصيبوا اكتر ما في الا واحدة عبتصيب. هلأ عم نرشع. بقيلو خطة واحدة مشان ما يعمل يعمل للوولز وفي اي حسن يابر. هلأ من رشعون. القاعدة لا يشحنوا كمان. هلأ انا عندي هدول اللي ساعة بيصنع. لكن هلأ عم بقدموا اللي عند رفيقي. طبعا رفيقي هون عنده وصار قليل تشيش يعني. بس على قلع عبقيته لهوليكيبترات يعني لسا عم بستعمل هالبوست عشان ياسرع الطيران تابعي انا هلأ. قلت له نجاي لهون كمان بقى امشي مرتين من الشيها نفس اللي عم نقلق هاشم فيها هو. قال لي اوكي. ليكن الطيران عندي وصيل. طبعا عم بقتله هلأ تابعوط الطيران ببعدهم شوية في تلي هدول تابعوط ضد الطيران هدول البابات. اللي اسمهم تايفون. هلأ عم بقتله انا تابع المدرعة عشان ما يطالع منه. عم بقتله الهوليكيبترات طبعا. تابع الازرع هلأ ما بقى له الهوليكيبترات. طبعا الناس ما شايفين مات يعني عم بيطالع على تابوتها دول هافيه السلس الجنود. تابع الصواريخ هدول لان كتير مناح. ضد الطيران هوليكيبتر. طبعا هلأ حقتله هاي الزيوس هوني. بقتله مبنى الزيوس تابع الدبابات كمان مشان ما يرد شاي يضل يطالع. هيك بكون ضاعفتو كتير. الناس ما شايفين رفيقي شاي بهاي الضباب مع اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمانة مع اثمانة تشاكورز. مشان يهاجم من هالشاي طبعا. طبعا نحطهم تحت الضباب عشان الدفاعات ما يشتغلوا طبعا. هدهك صار يدمرون. فهنا عم بدمر له المبنى الرئيسي تابع الاخضر مشان ما يرد شاي يصنع شايش. وفصلت الكهرباء لاني كمان هو المبنى بيعطي كهرباء. ودمرت له هاد عشان ما يرد شاي يبنيه. هون عنده شوي شايش. قال لي انه ساعدني هون لاني عنده هون اثنين هوليكيبترات عم بيستكشفو له اياه فرحت اساعده بالهليكيبترات تابعوتي. نفس ما شايفين هاللي عم بقتلو يعمل هالتينتين. هلعب هاتش من هوليكيبترات هدول اللي كانوا عم بيقتلوني هون من ورا. الناس ما شايفين خلصت اللعبة هيك. هاي الخريطة تلعبوا فيها كل واحد بيروح واحد شوي واحد ارض نفس ما انها من اول اللعبة. ان شاء الله يكون اعجبكم هلأ طالعنا بكل طيراني. هلأ عم بها جم نخلص عليهم للاتنين. بنسرع لاني ما ببقى في شي خلاص خسروه. حبيت اللعبة ان شاء الله تكون اعجبتكم ان شاء الله منشوفكم بالفيديو الجاي باي باي. موسيقى 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 موسيقى